بعد نشوب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر أواخر 2021، أوقفت الجزائر أنبوبا، المغرب العربي وأوروبا، كورقة ضغط على المغرب بعد إعادته العلاقات مع اسبانيا. ليعلن بعدها المغرب اكتشافه للغاز في أراضيه مطلع 2022 منخرطاً في مسلسل إنتاج هذه المادة الطاقية سعياً لتقليل استيرادته. وفي خضم هذه الاكتشافات، أعلنت شركة سوند انيرجي البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، أخيراً أن أول عائدات إنتاج الغاز على مستوى حقل تندرار ستكون في الأشهر الأولى من 2024، ما سيوفر للمملكة احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي مساعداً على تحقيق اكتفاء ذاتي قبل التوجه لتصدير الغاز نحو الأسواق العالمية. وأوضح أمين بنونتي، الخبير الطاقي، في تصريحات للصحافة أن هذه الأحداث الأخيرة ما هي إلا متابعة لمسلسل اكتشافات الغاز بالمغربي. فبعد البحث يكون الاكتشاف ثم تكون مراحل أخرى هي تثبيت الموجود، وبعدها يتم المرور للاستغلال أو الامتناع عن الاستغلال. وأبرز بنونة أنه سيتم حالياً الجمع بين عائدات مشروع التنقيب على الغاز بالمغربي، ما سيمكن من تزويده بأزيد من مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وأضاف الخبير أن هذا الرقم هو نفس حاجيات المغرب حالياً للمولدات الكهرباء التي تشتغل بالغاز الطبيعي. ما يعني أن المشروعين مجتمعين سيغطيان حاجيات المملكة ويمكنانها من الاكتفاء الذاتي، كما سيتبقى فائض يمكن تصديره لإسبانيا. ولفت بنونة إلى أن الأنبوب يزودنا اليوم بالغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا، لكن في أواخر 2024 وبداية 2025 سيدخل استغلال لآبار المغربية طور التنفيذي. وكشف الخبير الطاقي أن مشروعة درارة يشهد حالياً إنجازة أنبوب ممتد على طول 120 كم سيمكن شركة سوند إنيرجي من دفع الغاز عبره إلى الأنبوب المغاربي بنفس الشكل الذي يمكن لشركة شاريوت أن تدفع به عبر أنبوبها. وأضاف أمين بنونة أن شركة إفريقيا قد وقعت شراكة مع شركة سوند إنيرجي منذ سنة تخول لام إفريقيا استعمال الغاز المسال وتوزيعه للاستعمال التصناعية بالمغرب. مذكراً أن هناك عدداً من الصناعات الممكن اعتمادها على الغاز الذي يمكن أن يخلف الفيول والفحم في المصانع المعتمدة على الحرارات المرتفعة. ويشار إلى أن المغرب يتوفر على مشروعين أساسين لاستخراج الغاز. أولهما مشروع تندرارة الذي تكلفت به شركة البريطانية سوند إنيرجي والذي يبعد بـ 120 كم عن الأنبوب الأساسي المتجه نحو إسبانيا. والثاني هو مشروع العرائش لشركة شاريوت البريطانية ويبعد عن الأنبوب الأساسي بعشرات الكيلومتر.